طب أنا هروح معيك لنقطة أنا وكريم كنا منتكلم عنها في الانترو هي فكرة أصلا استضافة مصر لبطولة زي دي وبطولة كبيرة وبتؤهلك لأكبر محفل رياضي عالمي وكل العالم بيتطلع عليه باريس 20-24 فمصر بتستضيف ومصر مش بس بتستضيف هذه البطولة مصر بتنظمها وبتخرجها بشكل يليق فعلا بالمستوى العالمي بالإشادة وإشادة خلينا أقول الجميع يعني ده مش كلامنا مش صليحنا نقول على نفسنا ده ودي مش أول مرة تحصل عملناها قبل كده برضو تحديدا في اليد بتشوف ده إزاي برضو يا رشاط حاجة كانت بعيدة عننا سنوات طويلة جدا طبعا أكيد ده شيء مشرف مصر في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة بدعم طبعا إحنا الرياضة المصرية فيها يعني شغل محترم معمول شغل مبزول دعم كبير من السيد الرئيس عفتاح السيسي للرياضة المصرية شفنا مصر إن هي قدرت الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة إن هي تنجح في كل البطولات اللي استضافتها مصر وعلى فكرة ده مش كلامنا احنا بس يعني ده مش كلامنا هنا في مصر إن مصر بتنجح في كل الاستضافات ده كلام العالم كله إنت بعد أي استضافة بيجيلك إشادة من كل الدول اللي بتبقى مشاركة أو دول العالم شافت أن الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة مصر قدرت بشكل كبير جدا وبشكل ملحوظ أن هي تنجح في كل الاستضافات شفنا بطولات عديدة على أرض مصرية نجحة مصر أن هي تستضفها شفنا أبطلنا موجودين على منصات التتويق دايما وده شيء يعني يدعى للفخر أن أنت في مصر هنا بتشوف بطولات كبيرة بتنظمها مصر بيقدر منتخبنا الوطن أنه هو بيكون طبعا بطل في كل البطولات بنشوف أبطلنا موجودين على منصات التتويق دايما لكن صراحة يعني شغل بشيط بي دايما وبتكلم عليه دايما وشيء مشرف لمنتخبنا أو لمصر عاماتا بشكل كبير جدا أن هي تبقى نكحة في كل الاستضافات دي ولسه عندنا يعني مصر دايما بتقدم على كل البطولات مصر دايما موجودة أن هي تستضيف بكل البطولات والحمد لله يا ربنا دايما بيكرمنا في كل التنظيمات اللي مصر بتأخذها